هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الدكرى الحادية عشر لتورة الثلاثين من يونيو جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس حيث أكد رئيس مجلس النواب أن تلك التورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن كما شدد رئيس مجلس النواب على أن تورة يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديثة وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها مواجها التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة وذلك في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد كما وجه المستشار الدكتور جبالي تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على مقدمه من واجب وطني